السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة العيون ميد اليوم مع فيديو جديد اللي غادي يكون حوله واحد تطبيق هالتطبيق هدا اللي اسميته كام سكانير هالتطبيق هدا كيساعدنا باش اننا نسكانيو الأوراق دياننا وننهزوهم معنا في الهاتف ولا مني كان بغو نصفتو شي ورقال شي واحد اننا يكفي اننا نسكانيوها بالهاتف تاعنا ونصفتوها لأي واحد اذا قبل ما بدو الشرح دياننا حول التطبيق كانت مناننا لما يشترك في القناة يشترك معنا ودعمونا باللايك تعاكم ومن بعد هذا الفاصل نطلاقه اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في قناة العيون ميد غادي نمشيو دابا باش نحمله التطبيق دياننا كندخلو ال play store غادي نمشيو المكان البحث غادي نكتبو الاسم ديال التطبيق اللي اسميتو cam scanner اعطاها لي هي اللولة كندخلو لها كندخلو لها كندخلو لها التطبيق هذا من بعد ما تحمل معنا البرنامج دابا غادي نحاولو ندخلو له ونشوفو بعض الحوايج كيفاش غادي نسكاني وكيفاش يمكن لنا نصفطو شي حاجة لها سكانيها لا قدرنا لها سكان اول حاجة غادي ندخلو للتطبيق كيتفتح عندنا بها الطريقة في الاول من يالله كتفتحو كيستعرض لك بعض الحوايج كيفاش كيخدمو هادي ولكن احنا ما عندناش قاراد في هذا الشيء اول شيء غادي نحاولو نبركو على هذه العلامة دي التصوير اللي عندنا بالاخضر التحت بحلا غادي ناخدو شي شي تصويره منيك تبرك عليها كي تعطيك بلا انك بحلا غادي تاخد تصويره عادية عدينا هنه هاد الكتايب هاده غادي ناخد له واحد تصويره بحلا غادي منيك تاخدو مزيان وبدأ يباليك مزيان كتبرك على كأنك بحي تصوير كتصوير عادي منيك تصوير كي وضع لك واحد الايطار على الشكل اللي صورته منيك يوضع لك ذاك الايطار انت يمكنك تبقى تغير في ذاك الايطار انه كتحركو كما بغيتي ربما بغيتي تشدغي واحد الطرف ولا بغيتي ما تشدش وهم على حساب ولا الصورة ما كانت تشدغ الورقة كاملة على حساب انت كتبقى تغير فيك ما بغيتي حتى كتاخد الصورة اللي بغيتي وكتجي التحت على ذاك السهم اللي عندنا التحت انا رهب عندي الهاتف باللغة الاسبانية مكتوبة وعليها باسو سيقينتي اللي كتعني خطوة تالية بالنسبة لكل واحد على حساب اللغة اللي عنده في الهاتف دياله المهم باسو سيقينتي كنبركو عليها كي يدير ياخد لنا سكان على ذاك الايطار اللي بغيناه اللي حددناه هنالتحت كيعطينا خيارات اخرى على حساب الصورة كيفاش كتبان هنالتحت كيعطينا هنالتحت كيعطينا هو في الول هي الصورة اللي كتكون جيدة هنالتحت كتكون صورة ضعيفة وهنالتحت كيعطيك صورة اللي بغيتها كي هنا عندي غريس يعني تقريبا بالبيض والكحل المهم انتها كتختار ولكن من الاحسن تخليها فهنالتح علتها ويعني جيدة والتحت عندك خيارات اخرين يلا بغيتين انك تقلب الصورة هادي اللي عندنا على اليسر انك على حساب كيباش تقلب الصورة هنا يلا بغيتي تضيف شي كتاب على الصورة هنا يلا بغيتين تحيد شي طبعه ولا شي حاجه انك تبقى تغير بالنسبة للعلامات اللي عليهم وحتاج بالاصفر هادوك بالنسبة غل للتطبيق المدفوع بالنسبة للتطبيق هادا ما فيش وهنايا في الجانب اللي من كان لقاو العلامات يلصح اللي هي بالاخضر اللي كان بركو عليها كان يحفظ لنا هادا الورقة اللي درنا لها السكان في واحد المكان اللي كيكون مخصص لنلقاع الحواج اللي كيدير لي هوم سكان هادا تطبيق هادا ومن بعد انك يغاندزوا المرحلة اخرى يلا بغيتي انك تشارك هادا هاد الورقة ولا هاد السكان هادا اللي درتي هادا تشاركو معا شي شي واحد يلا بغيتي تصف طول شي واحد كيتبرك على العلامات اللي عندنا الفوق ديال المشاركة اللي كان بركو عليها كيعطينا كيفاش بغينا نشاركوه عدنا الواتساب وعدنا المينسينجر وعدنا يلا بغينا نصف طول طريق الحاسوب المهم كيفاش ما بغينا نصف طول 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 والتحت عدنا على اش من شكل بغينا نصف طول هاد السكان هادا اللي درنا واش على شكل pdf ولا على شكل jpg يعني على شكل صورة ولا صورة طاويلة وبنسبة للشكل الاخر هو ما متاحش في هاد تطبيقتها هوا لانها على مدية التاج غير بالنسبة للتطبيق المدفوع وهدي هي الاشكال اللي يمكن لك تصفت بها سكان ليدرتيه هادا هو تقريبا الشرح ويمكن لكم تكتشفوا هادا التطبيق هادا مع الخدمة عليه ديما والمهم الوحدي اللي عنده الوقت غادي يدخل لي ويعرف كاع الحواج اللي فيه ولا عجبكم الشرح ما تنسوناش باللايك ليالكم والسلام عليكم حتى الفيديو اخر مع شرح جديد اشتركوا في القناة